موسيقى محمد قلنا نعمل إعادة إيواء قاطنية حي المخزنية في العنق كيف ستسمى هذه العملية؟ في إطار البرنامج الجديد لإعادة إسكان قاطنية السكن غير لائق في المحمدية تم برمجة إعادة إسكان قاطنية حي المخزنية في العنق لتوفر في تقريباً 1.200 أسرة تم توفير 1.200 شقة من أجل إعادة إسكان هذه العائلة وتقدر وضع شبك واحدة ممثلة فيه جميع المصالح المعنية بعملية إعادة الإيواء بما فيها السلطة المحلية ووزارة الإسكان نحن كشركة حاملة المشروع الأبناء لنوتر والمنعشي العقاريين لكي يدخل المستفيد لإجراءاته كاملة هنا إمتى سيخرج؟ سيكمل الإجراءات ويمشي وقع العقد في المكتب النوتر هذا هو الإيطال العام للشبك الوحيد الذي تم وضعه هنا وتقبل الإيطال العام هذا وبالنسبة للمستفيدين؟ بالنسبة للمستفيدين بدينة قيبنا عشر أيام هذه خمستاش المستفيد داروا الإجراءات لهم فيهم خمسة اللي خلصوا كونتون هم اللي غيرتلموا المثاتيه اليوم وداروا جميع الإجراءات وغيرتلموا المثاتيه اليوم إن شاء الله اليوم هل تخلصوا عشرات المليون؟ يخلصوا عشرات المليون بمعنى أو الدولة تخلص عليهم هذا كل الفارق للشقاق تقام بـ 25 مليون دون حتي سابقا ما بيننا ربق 55 وخمسين وطالع على حسب كل البروموتور والمئسة التي تجدهم مهم أهم حاجة 24 وخمسين وخمسين